السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم محمد خيال واول درس من سلسلة دروس الاسكريبت في برنامج الانتزاين الدرس ان شاء الله هيكون اول الدروس في سلسلة جديدة هنبتدي نشرحها هتلاقوا بلاي ليست جديدة ابتداءة من اليوم موجودة على القناة خاصة باسكريبتات برنامج ادوبي انتزاين الدروس هتبقى متجددة باستمرار في اي فترة هلاقي فيه سكريبت يستحق ان احنا نعمل عليه درس اطراحه ضمن السلسلة دي وبعد او اي حد عنده سكريبت معين خاص برنامج الانتزاين او شايف ان هو ممكن يفيدنا ان هو يطراحه معنا او يشاركه معنا بحيث ان احنا نعمل عليه فيديو ونستفيد منه جميعا اول سكريبت معي النهاردة هو سكريبت الباتش كونفرت بيعمل ليه الباتش كونفرت بيعمل حاجة لزيزة جدا وبيوفر عليك وقت كبير جدا تخيل معي ان انت عندك مجموعة ملفات صممتهم على الانتزاين وعايز ان انت تصدرهم باي سيغة ان كان سواء بي دي اف بي اني جي جي بي جي او جي بيك سواء تعمل منهم باكيج سواء 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 اي سيغة انت عايزة نشوف دلوقتي مع بعض فبعد ان انت تفتح الفولدر ده وتفتح ملف ملف يعني ابطارد ان انا عندي 20 ملف انتزاين وكل ملف من دول جواه اكتر من صفحة يعني الملف الواحد وليكن جواه 100 صفحة 20 صفحة فانت مطلب ان انت تفتح العشر ملفات دول وبعد ان تعمل اكسبورت او تصدير بالصيغة اللي انت محتاجها هنا بيجي دور الاسكريبت ده نيابة عنك هو بيساعدك بيوفر عليك الوقت ان هو هيفتح الملفات دي اوتوماتيك ويبتدير صدر الصفحات اللي فيها اوتوماتيك وبرضه ينفعني جدا جدا في صيغة ال اي دي ام ال ناس كتيرة جدا جدا بتسأل انا دلوقت شغال على اصدار جديد في الانزاين واللي اكون زي اصدار عشرين عشرين ومطلوب مني ان انا اروع على جهاز تاني او بعته للعميل او بعته للصديق او بعته للمصمم اخر وهو ما عندوش الاصدار الجديد ده عنده اصدار اقل ازاي ابعته الملفات بتاعي ويشتغل عليها هنا مطلوب منك ان انت تفتح الملفات دي ملف ملف وبعد انت تعملها سيف اس وتحفظهم بصيغة اي دي ام ال دي صيغة اللي تقدر او يقدر اي شخص غيرك عنده اصدار اقل يفتح الملفات دي طيب كفاية الكلام لحد كده نظري تعال نشوف السكريبت بطريقة عملية بيعمل ايه انا هنا هروح لبردامج الانزاين وخلي بالك السكريبت يشتغل بطريقتين اول طريقة هوريها لكم دلوقتي انا مش فتح دلوقتي اي ملف في بردامج الانزاين مفيش اي ملف حاليا مفتوح وهروح لقائمة ومنها بروح لعمر ومنها هروح لعمر سكريبت بضغط عليه بيفتح لي البانل دي وقبل ما يفتح الب الفانل دي خليني ارجع للاسكريبت عندي هنا الاسكريبت ده طبعا هسيب لكو لينك التحميل بتاعه في وصف الفيديو كل مطلوب منك بعد ما تعمله ده ونود عليك هذا كليك يمين وتعال له كابي او تنسخه وبعدين تروح تاني للانزاين وهاجي هنا اقف على فولدر او اعمل سيلكت على فولدر اليوزر وبعدين عندي هنا ايكونة صغيرة في اعلى اليمين هتضغط عليها وتختار ريفير ان فايندر بعد ما تضغط عليها هيفتح لك الفولدر ده وده فولدر الخاص بالاسكريبتات داخل الس سيستم عندك الخاص بردنامج الانزاين هفتحها دابل كليك كل مطلوب منك ان انت تعمل كليك يمين وتعمل بيست للسكريبت اللي احنا نسخناه من شوية طبعا انا مش هعمل بيست او لصق لاني بالفعل ما نسخته وموجود عندي هارجع تاني للانزاين كل مطلوب منك زي ما قلنا هتفتح اليوزر هنا هتلاقي الاسكريبت الموجود عندي اللي هو باتش كونفيرت هضغط عليه دابل كليك بيفتح لي الديرك بوكس او البانل دي خلينا نشوفها حاجة حاجة زي ما قلت ا انا مش هعمل بيستمتح اي ملفات عندي. طيب هنا المطلوب منك ان انت تكون طبعا انت محدد اللي فيه الملفات اللي انت محتاج تحولها. ولكن انا عندي هنا سكتوب فولدر اسمه INDD حطيت في مجموع ملفات الانزاين دي حوالي ست ملفات. وكل ملف من دول فيه جوا صفحات كتيرة جدا دي ملفات متصمم على عشرين عشرين. ارجع تاني الانزاين وهنا بيقول لك الانزاين بيقول لك عن فولدر الفولدر هيأخذ من الملفات الانزاين اللي انت محتاج تحولها. طبعا اضغط هنا على الفولدر وتختار الملفات اللي انت محتاجها انا بخطرت الفولدر دابل فعل هتغط عليه دابل كليك هو هنا خلاص حس بي بعد كده الاوتبوت فولدر عندك هيبقى فين ودفولتها عنده في السكريبت انه ينزلهم لك في نفس الفولدر اللي في ملفات الانتزاين لو انت مش حابب الموضوع ده فاضغط على الايكونة دي واختار ملف اخرج اخر يقدر انه يحط لك فيه الملفات اللي هتتحول بعد كده طبعا الاوامر دي ازدنا واضحة ولكن خلينا نتكلم عنها سريعا انكلود سب فولدر لو انت عندك فولدر جوه الفولدر فبتعلم كده بحيس ان هو يخش جوه الفولدر ده يعني مثلا عندك فولدر عشرين عشرين وجوه فلاير وفولدر الفلاير ده جوه فولدر تاني واللي يكون اي اسم كان فهو بيفتح الفولدرات اللي جوه الفولدر ويبتدي يعمل منها استخراج او اكسبورت محتاج الامر ده بتطغط عليه مش بحتاجه تشيله حسب ما انت عايز هنا الاجنور ايرور لو علمت عليه كده فهو بيتجهل اي ايرور ممكن يطلع وارد جدا انه انت بتصدر وان هتعمل ان انا اسيبه عشان لو في اي رسالة في اخطاء تقدر انها تظهر لك وانت بتصدر فيه لينك مفقود فيه صور مفقودة فيه خطوط مش موجودة فبالتالي هو بيظهر لك هنا الايرور الموجود لو انت مش حابب ان انت توجع دماغك فممكن تشيله الاجنور هنا ويبتدي هو يحول بعد كده بعد كده بعد كده هنا عندي بيقولك يختلي السورس فورمات عندك ايه الملفات اللي انت عايز تحولها اصلاها ايه متصمم على برنامج ايه لو فتحت هنا بتلاقي دي الفولدرات اللي عندك ايه ممكن تختارها هنا الامتداد العادي بتاع الاندزاين ايه كان هو اصدره بعد كده بعد كده بعد كده ايه بتحول ملفات الاندزاين دي الى اي صيغة جميل جدا في السكريبت كثير جدا جدا أريد أن تحاولها إنزاين زي ما هي أريد أن تحاولها إنزاين تيمبلت أريد أن تحاولها IDML وده اللي اتكلمت عليه من شوية IDML ده بيخرج لك الملفات إن هي تفتح على إصدار أقل بعد كده ICML بعد كده PDF PDF Interactive EBS RTF HTML والطبعا اللي بيهمنا جدا الجبك الجبج والبنج والسويف والباكتش ده رائع طيب خلينا لو اخترنا PDF هنشوف اللي يحصل PDF هنا أول ما بختره بتظهر لي الخصائص دي أو البرساتس دي بتتفعل انت عايز هنا PDF بتاعك يطلع ايه يطلع X3 X1 High Quality Print شرحنا الموضوع ده قبل كده في دروس سابقه ممكن ترجعوه واللي عايز يكون Small File لو انت بتبعت ملف صغير للعميل عشان يتفرج عليه أو يحمله على النت أو يرفع على الويب سايت عنده وعندك Brisk Quality ملفات الطباع طبعا ممكن يكون عندك ملفات كثيرة جدا وعايز تحولها كلها للبريند واخر حاجة عندك هنا ده برساتس أنا عامله بنفسي اسمه خيال خليته يعمل لي اعدادات معينة أنا حبيبها وسيفتها عندي ان شاء الله في الدروس القادمة ممكن اعرامك ازاي تعمل برساتس خاص بك انت يبقى موجود من ضمر البرساتس بتاع PDF طبعا بعد كده ممكن View PDF After Export بعد ما يفتح أو بعد ما يصدر افتح لي الملفات دي على PDF طيب ده الخاص بالPDF طب خليني لو انا اخترت مثلا حاجة زي الباكيج اول ما بختاري الباكيج وده رائع جدا جدا بيتفعالي الاوامر دي ممكن اكون عايز الملف اللي عندي ده اطلع منه باكيج الباكيج عباران ايه هيتضمن ايه انكلود PDF يعني ملف الانزاين عندي ستضل له مني PDF وستضل له IDML وصدر منه GBG وصدر منه BNG اللينكات عايزة تطلع الخطوط معي محتاجها تطلع الجرافيك محتاجه يطلع لو هتعمله update للصور وهكذا فسكريبت طبعه مهم جدا وفعلا هيوفر عليك وقت كبير قوي خليني انزل بتحت كده واشوف في حاجات تانية عندي هنا اه كمان تقدر تشغل سكريبت معين داخل السكريبت ده يعني اثناء التحويل ممكن تختار له سكريبت معين وهو بيعمل تصدير يعدي على السكريبت اللي انت بتختاره ويطلع لك كله مرة واحدة او دفعة واحدة في النهائي اليه الاول ما تحتاج الموضوع ده خلينا نرجع تاني للقائمة اللي فوق وهنا افترض اننا الملفات اللي عندي دي كلها اللي انا هخترتها في الفولتر محتاج ان انا وليكن اصدارها كلها جيبك او جي بي جي عشان ابعاثها للعميل دفعة واحدة كصور طبعا زي ما قلتلك موضوع الجيبك ده مهم جدا موضوع IDML في غاية الاهمية انا هنا هكتفي بالجي بي جي وهقول له اوكي بعد ما اقول له اوكي انت مش مطلوب منك اي حاجة غير ان انت تقعد شوية وتتفرج عليه هو حاليا دلوقتي بيفتح الملفات اللي كانت موجودة في الفورتر اللي انا اخترته وبيبتدي انه هو دلوقتي يعمل لها تحويل او تصدير الرسالة ثلاث قصادك دي اللي انا قلتلك عليها في عندك امر اسمه Ignoror اي ايرور يطلع بقوله تجاهله ولكن انا سبت الرسالة دي عشان هو هنا بيحضرني بالك خلي بالك الملف اللي انت بتفتحه حاليا ده في عندي ميسنج لينك للصور محتاج ان انا كامل ولا لا بقول له اوكي لو انت مش عايز الرسالة تطلع لك بيتامل Ignoror Error مش هتطلع لك اي رسال اثناء التحويل انا هقول له اوكي بيبتدي هو يخلص لوحده مشغلش بارك بحاجه وبيفتح الملفات ويقفلها ويحاول لحد ما ينتيه خالص زي ما انت شايفين هو دلوقتي انتهى رجع تاني لوجهة برنامج الانزاين اللي كانت موجودة في الاول معنى كده ان هو خلص طيب تعال نروح للفولدر اللي انا قلت له عليه اهو مش انا كان عندي الفولدر ده فيه فقط الست ملفات الانزاين دول لا هو هنا فتح وحاول وحاول لي كل الملفات زي ما شايفين الى صيغة جي بي جي او جي بيك معنى كده ان كل ملف من دول وليكن الملف الاولين كان فيه جواه ست صفحات مثلا الست صفحات هو عدى عليهم وحاولهم الى صيغة جي بي جي فموضوع طبعا اظن وفر عليك وقت كتير جدا جدا ان انت تفتح ملفات وتصدر موضوع بيبقى ممل ومرهك اي حاجة فيها روتيم بيبقى مملة على المصاممين بشكل عاميه طيب دي الطريقة الاولين اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي عن حصل ايه فيها ان انا استخدمت السكريبت وانا مش فاتح اي ملفات خالص نهائي طيب اوقات قريدي انا فتحت الملفات الانزاين عندي عشان اشوف ايه اللي فيها ملفات قديمة عندي من سنين وعايز اراجع ايه اللي جواها ولكن انا الست ملفات عندي دول فتحتهم بالفعل اقول لهم هنا open وفتحت بالفعل الملفات دي على الانزاين وبدأ يفتحها كلها عشان يشوف ايه اللي موجود فيها طيب انا مفتوح عندي كما شاهدون في البار الفؤاني ست ملفات الانزاين دول موجودين عندي طيب هل ينفع ان انا اصدرهم وما مفتوحين بدل ما ارجعه في الكل ده طيب ممكن يكون عندك ملفات كتيرة جدا جدا مفتوحة فانت مش عايز تقفل تاني وترجع تفتح فهنا برضو هتستخدم نفس السكريبت ولكن الطريقة تنزل ما قلتلك والملفات بالفعل مفتوحة فانا اضغط كده double click هنا automatic لو تلاحظوا ايه اللي حصل ال input folder هنا مخفي غير ناشط مقدرش ان انا حدده ليه لان هو هنا automatic خلاص هو تخيل او اعتقد ان انت ال input عندك او الملفات الاصلية عندك اللي انت بالفعل فتحها هنا هنا بس هيقول لك ال output folder فين عايز تصدر الملفات دي فين المكان اللي انت محتاجه هنا زي ما قلنا اختار اي سيغ انت عايز تصدر بيها اي سيغ انت محتاجها اي سيغ انت محتاجها بعد كده مجرد ما تقوله وكي هيبتدي يصدر الملفات اللي مفتوحة بالفعل عندي من فوق بس كده ده كان شرح الاسكريبت معنا النهاردة الباتش كونفيرت اتمنى يكون اسكريبت لذيذ ممكن يفيدك ممكن يوفر عليك وقت كتير انتظروي ان شاء الله في دروس قادمة نتكلم فيه اكتر عن اسكريبتات زيادة خاصة برنامج الانزاين هتساعدك ان انت تحسن وتسرع طريقة عملك داخل برنامج الانزاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة